من ومع الإمام الشعراوي ربنا عز وجل بيقول في سورة الفاتحة الحمد لله ما قالش الحمد لي لأنه غيب وقال كمان ربي العالمين لأنه غيب وقال كمان الرحمن الرحيم لأنه أيضا غيب وكمان قال مالك يوم الدين أيضا لأنه غيب فكان المفروض يكون سياق الكلام مكمل ويقول إياه نعبد ولكن انتقل سياق الكلام من الغيب إلى الحضور وقال إياك نعبد وكأنك استحضرت الغيب إلها واستحضرته ربا واستحضرته رحمانا واستحضرته رحيما واستحضرته مالك يوم الدين فبان أمامك وأصبح مخاطبا فانتقل الغيب إلى حضور الخطاب فبعدما كان علم يقين بالغيب أصبح عين يقين فلا نقول إياها نعبد بل نقول إياك نعبد وبقولنا إياك نعبد فإياك دلت على خصوصية الله وحده بالعبادة فوجودها قبل نعبد حجبت وجود أي معبود سواه والعبادة خضوع خضوع لله عز وجل وأسمى صور العبادة الصلاة والسجود هو منتهى الخضوع طيب ليه السجود هو منتهى الخضوع والخشوع في العبادة لأن زي ما احنا عارفين إن الإنسان أعلى حاجة فيه هي قامته يعني رأسه والخضوع هو السقوط بأعلى إلى أسفله أي النزول بقامته إلى الأرض ولما بنقول إياك نعبد يعني بنقول إياك نغضع وأقرب ما يكون العبد في الخضوع بيكون وهو ساجد وسبحان الله العلي العظيم أراد أن يرانا ونحن نغضع ونتزلل له جميعا قلبا وقالبا علنا أمام بعضنا البعض وإلا كان من الممكن أن يغضع كل منا بقلبه لله على حدة ولكن لا أراد الله أن نغضع له جميعا عاللا ولحكمة لكي لا يأتي من هو أعلى مني منصب ولا جاه ولا مكانة ويسجد لربنا خفاءا من غير ما نراه أراد ربنا أن يساوينا جميعا أمامه ففضح لنا جميعا عبوديتنا له لكي لا يستعلي واحد فينا ولا يستكبر على التاني فتتحقق الاستوائية في العبادة والاستوائية في العبادة ينتج عنها العبادة لواحد لأن العبادة لواحد هي اللي هتحميك من العبادة لملايين سواك فلو لم تكن العبادة لواحد لخضعت لكل زيقوة في أي مكان والله يريد الناس جميعا عبادا له وحده فالحمد لله إننا لك عبادا وأنك لنا ربا واحدا لا شريك لك